التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع سفيد بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي ترتنتيذ لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة والتعاون على المستوى العالمي خاصة في ملف تغير المناخ وكادت وزيرة البيئة على نجاح مصر من خلال استضافة مؤتمر المناخ قب 27 في الدفع باجنتة المناخ العالمية في وقت حرج يمر به العالم مشيرة إلى أن مصر تعد حاليا أو تعد حاليا اتفاق شراكة مع دولة الإمارات للمضي قذما نحو مؤتمر المناخ القادم قب 28 كما نقشت وزيرة البيئة مع سفيد بيلاروسيا سبل التعاون الثنائي بين البلدين من خلال فتح فرص الاستثمار في مجال البيئة في مصر خاصة في مجال إدارة المحميات الطبيعية لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات تتعلق بالسياحة البيئية إلى جانب الربط بين استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية التي ستطلقها مصر ربط الزراعة بالصناعة وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الهمة للصناعة